الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده فأريد من كل منصف أن يسمع لهذا الكلام ويحكم عليه فهنا المدعو ياسر يقول أن أبا حنيفة يجيز للرجل أن يتزوج بأمه وأخته ومحارمه عموما ونقل كلام من المحلى لابن حزم فدعونا نسمع ماذا قال الآن نتحدث خلي واحد يأخذ موبايله يروح لواحد من ذول السدنة والكهنة الموجودين في ضريح أبي حنيفة يقول له ما قولك في قول أبي حنيفة هذا خلي يعطيكهم قول بالنص قال أبو حنيفة كما في كتاب المحلى لابن حزم المجلد الثاني عشر الصفحة مئتي قال أبو حنيفة لا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته أبو حنيفة يقول عالما بقرابتهن منه عارف هذه أمه وهذه بنته وهذه أخته والزوجهن عالما بتحريمهن عليه يعني يدريهم أنه محرم في شريعة الإسلام يدري أمه يدري أخته ويعرف حرام ومع ذلك ينكحهن وواطئهن كلهن وبعد فالولد لاحق به يعني شرعا الولد ولد حلا ها قد سمعتم بأذنكم ماذا قال ونقل من المحلى لابن حزم وأنا سأتكلم بكل إنصاف ولكن بعدما أنقل لكم نفس الكلام من كتاب المحلى سيكون عندي أسئلة منطقية فادعونا نقرأ ما جاء في المحلى فقال أبو حنيفة لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على ما تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه وواطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط فهو يقول لا حد على من تزوج أحد محارم سون أخته أو أمه أو غيرهن ولكنه قال في النهاية وليس عليه إلا التعزير فما معنى التعزير التعزير هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود إذن فدعونا نفهم الأمر هنا أبو حنيفة قال لا حد على من تزوج أحد محارمه وكان عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه يعني أبو حنيفة يقول أنهن محرمات عليه ولا يقول أنهن حلال له عالما بتحريمهن عليه ولم يتزوجهن فقط بل وطئهن كذلك فقال أبو حنيفة لا حد عليه ولكن يعزر والتعزير هو العقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة يعني أبو حنيفة يقول أنهن محرمات عليه ولا يجوز له الزواج منهن وأن من فعل ذلك فهو مذنب عاص يجب أن يفرق بينهم وأن يعاقب على ذلك الجرم الذي فعله بالعقوبة التي يراها الإمام مناسبة وبذلك يظهر لك أن هذا المتحدث دلس عليكم ونقل إليكم الكلام ناقصا فواصل إلى قوله والولد لاحق به ولم ينقل لكم باقي الكلام ليهم كأن أبو حنيفة يجيز زواج المحارب وقد تبين لكم أن هذا ليس صحيحا وهنا سؤال لماذا لم ينقل لكم هذا الشخص الكلام كاملا لماذا كذب ودلس على أبي حنيفة وكيف تأخذون دينكم من شخص كهذا ينصر دينه بالكذب ولكي يتضح الأمر لكم غاية الاتضاح سأنقل لكم عن بعض أقوال الحنفية في هذا الأمر ففي المبسوط رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك انتهى يوجع عقوبة فلو كان حلالا عنده كما قال هذا الشخص المتحدث فلماذا يوجع عقوبة وفي حاشية الشلب قال في الهداية ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها قال الكمال بأن كانت من ذوات محارمه بنسب كأمه وابنته فواطئها لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وإن قال علمت أنها حرام ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير سياسة لا حد مقدرا شرعا إذا كان عالما بذلك وإن لم يكن عالما لا حد عليه ولا عقوبة تعزير انتهى كلامه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلب إذن فكل ما في الأمر أن الزواج عند أبي حنيفة شبهة لإسقاط الحد فقط ولكن فعل ذلك يعاقب عقوبة قاسية موجعة رادعة وهذا الشخص المتحدث لم يكذب على أبي حنيفة في هذه فقط بل كذب عليه في أشياء كثيرة منها وكما نرى يكذب مرة أخرى ويقول أن في فقه أبي حنيفة يبيح الزنا بأجر لأن أبا حنيفة قال ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها فلا حد عليه فالمقصود بقولهم أن أبا حنيفة رحمه الله لا يعد هذا الفعل زنا أنه لا يراه من الزنا الذي يوجب الحد لحصول الشبهة بالأجر أما أن يكون مراده أنه مباح غير محرم فهذا باطل صراح لا يقول به أحد من المسلمين وفي كتاب الاختيار لتعليل المختار وهو كتاب في الفقه الحنفي يقول ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج أو لاط فلا حد عليه ويعزر إذن فأبو حنيفة يقول أنه لا حد عليه للشبهة ولكنه حرام وفاعل ذلك آثم ويعزر فالقول بأنه أباح استئجار المرأة للزنا قول مكذوب وفيه افتراء على أبي حنيفة رحمه الله وسواء اتفقنا مع قول أبي حنيفة هذا أم لا فالرجل لم يبح زواج المحارم ولم يبح الاستئجار للزنا وأن قائل ذلك افترى على أبي حنيفة رحمه الله والعجيب عند هؤلاء أنه لو استأجر امرأة بمال لتكون زوجته ليلة أو ليلتين ليس فيها شيء بل يأخذون على ذلك أجرا عظيمة ففي مستدرك الوسائل عن صالح ابن عقبة عن أبيه قال قلت لأبي جعفر للمتمتع ثواب قال إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يكلمها كلمة أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها إلا كتب الله له حاسنة وإذا دن منها غافر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غافر الله له بعدد ما مر الماء على شعره قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر يأخذ المتمتع ثوابا بعدد الشعر وفي وسائل الشيعة وعن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله تمتعت قلت لا قال لا تخرر من الدنيا حتى تحيي السنة إذن فالمتعة عندهم من سنة أئمتهم وفاعلوا ذلك له من الأجر ما لا يحصى ولكن ماذا قال أئمتهم عن المرأة المتمتعة وبماذا سموها فقد علمت الآن فضل المتعة ولكن هل تعلموا أن أئمتهم قالوا عن المرأة المتمتعة مستأجرة ففي الفروع من الكافي والاستبصار عن أبي زرارة عن أبي عبد الله قال ذكرت المتعة أهي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا ألفا فإنهن مستأجرة ومعنى قوله أهي من الأربع يعني تعتبر من الزوجات الأربع يعني لو كنت متزوجا ثلاثا تكون هي الرابعة فقال له لا ولا تعد زوجة لك فتزوج منهن ما تشاء حتى لو تزوجت ألفا وفي كتاب الكافي للكلين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة سبحان الله الاستئجار عندكم لا يحد صاحبه ولا يعزر وليس حراما بل هو حلال 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 وليس ذلك وفقط بل فاعل ذلك له أجر عظيم ويأخذ ثوابا بعدد شعر جسده فهذا يصدق عليه قول القائل رمتني بدائها وانسلت سبحان الله لا يفترون على السنة وعلماء السنة بشيء إلا وجدته عندهم واستخرجته من كتبهم فماذا فعل هذا الشخص أولا افترى على أبي حنيفة ونسب إليه أقوالا لم يقل بها وانتقده وسبه على أقوال موجودة في كتبهم وقال بها أئمتهم سبحان الله هذه هي البجاحة بعينها ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر